المستشفيات ليست ساحة حرب هكذا كان رد الأمم المتحدة على اقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بعد أيام من محاصرته بالدبابات وقطع الوقود والكهرباء عنه ما أدى إلى مقتل العديد من مرضى العناية المركزة والأطفال الخدج التنديد الدولي إزاء اقتحام المستشفيات في القطاع يتصاعد في ظل الظروف الإنسانية والصحية التي يعانيها القطاع المحاصر منذ أربعين يوما الأمم المتحدة بدورها أطلقت نداء عاجلا لإيقاف الاعتداءات بحق المستشفيات وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل لإيقاف فضائعها بحق المرضى كما طالبت بضرورة حماية الأطفال حديثية الولادة والمرضى والطواقم الطبية وجميع المدنيين في غزة وإعطاء هذا الأمر أولوية على كافة الاهتمامات الأخرى أكثر من ألفين شخص لا يزالون عالقين في مجمع الشفاء الطبي بالتزامن مع إصرار الجيش الإسرائيلي على اقتحامه كغيره من مستشفيات القطاع بحجة أن مقاتلي حماس يتخذونها مراكز لقيادة عملياتهم العسكرية وهي الرواية التي لم تثبت صحتها إسرائيل مع اقتحام جيشها لمستشفيات القطاع تباعا في المقابل الرواية الفلسطينية تنفي المزاعم الإسرائيلية وتصف ما يجري من اقتحامات وقصف للمستشفيات بجرائم الحرب وهي توصيفات سبق وأعلنتها منظمات أممية معروفة على رأسها الأمم المتحدة وهيومان رايتس ووتش ويونيسيف وغيرها من المنظمات وعلى مستوى الخسائر البشرية منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف وفي إحصائية مرعبة أعلنت مقتل أكثر من 4600 طفل وإصابة نحو 9000 آخرين كما رصدت انتهاكات جسيمة ترتكب ضد الأطفال في غزة ومن بينها القتل والتشويه والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية يومان رايتس ووتش لم تذهب بعيدا عن اليونيسيف حيث أكدت أن الهجمات المتكررة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المرافق والطواقم ووسائل النقل الطبية هدفه تدمير نظام الرعاية في قطاع غزة وطالبت بالتحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب اشتركوا في القناة